محمد بارك الله فيك ما شاء الله عليك أفتيتي نفسك أنت سألتي وأفتيتي نفسك تقولين كفارة من قالك عليك كفارة أو عليك كفارة هذا طلاق يا أخت الفاضلة كيف أفتيتي نفسك الآن سألتي وأفتيتي ما يصلح هذا طلاق و بعدين يا أخت الفاضلة كيف المرأة تخالف زوجها هو هددها بالطلاق أنها ما تنزل مع أختها للدكتور وتعمدت و راحت يعني هي تريد الطلاق إذا كان الزوج يرتكب حماقة مثلا و طلق في ساعة غضب المرأة أيضا ترتكب حماقة و تروح توقع الطلاق ما يصلح يا أخت الفاضلة سامحيني أنا ما أفتي في مثل هذه القضايا ارجعوا للمحكمة عندكم هناك ارجعوا لدار الفتوى عندكم المسألة خطيرة نحتاج سؤال الزوج هل طلق قبل أم لا في حضورك أو غير حضورك نحتاج سؤال الزوج ما هي نيته في هذا هل يريد الطلاق فعلا لما تلفظ و لا يريد المنع و التهديد مثلا هذا كل أسئلة ما يصلح أنا أجيبكك